يعني دلوقتي مثلا السنة اللي فاتت كان فيه مدرب أهاب جلال كان ساب أمبي وراح زمالك هو أي حد أي مدرب في مصر أهلي أو زمالك أو ربنا يعني نفق في صورته بقى مدرب لما يجيله الأهل والزمالك ده ممكن يرمي ولاده أبا كلمك بجد ارمي ولادك وروح هو فيه بعد الأهل والزمالك في القرى في مصر فيه حد تاني طيب الراجل راح بناء على أن نادي الزمالك شاور عليه وقال له أنا عايزه صح طيب لما جيه كابتن حسام صرح وقال لك أنا عمري ماعمل الكلام ده أنت عملت السنة دي أنا بفكر بس جماهير برساعد مش بهايجي عليه بس أنا بقول لهم عشان أي مدرب يجي احتضنوه لأن أنتوا الأساء أنتوا اللي هتقهربوه وانتوا اللي هتفشلوه وانتوا اللي هتنجحوه فالموضوع في إيد مين جماهير أولا والجماهير دلوقتي يا كابتن جت واحتضنتك أنت ومحمد صراحة بوجريشا والجهاز اللي كان معاك وهم عارفين أنتوا جايين انقاذ ما يمكن انقاذه الناس كلها رفضت يا رضا ما حادش عايز ييجي كابتن مصر أنا قلت لك أي حد بعد حسام حسن هيخاف المقارنات هتبدأ المقارنات الكابتن حسام الكابتن حسام اللي الناس ما تعرفوه فاز السنة دي مطشين هو لعب سبع مطشات فاز مطشين تعادل الأربعة خسر مطش الأهل ده طبيعي واخد بالحضرتك اللي أربع مطشات اللي هو تعادلهم لو هو أكسبهم بقى خده ياخد كم بونت 12 بونت 12 بونت مع الاتنين اللي هو فوز هيبقى 18 بونت ماشي مطش الأهل اللي أنت ملعبتش الزمالك وملعبتش الفرق اللي هي بيرامتزو والفرق الصعبة دي فأنت كنت عملت مثلا طفرة إنما هو ماشي وهو فائز اثنين تعادل الأربعة خسر واحد من سبع مطشات فاخده لك طب لما أنت تقس مدرب على كده هتقول لي لأ هو كان مركز في أفريقيا زي النادي الأهل أنا ما ليش دعب أفريقيا وما ليش دعب أنا كل مطش ولو حسابات ولو فهو هو قال التصريح ده كابتن وإحنا قلت مع خالد الغندور قلت الأيام بيننا وأي حد هشاور بس كان تفكيري في الأهل وفي الزمالك مش بيرامز بس بيرامز عدت الأهل والزمالك السنة دي كتير فمن حقك يا عم حساب صح بس أنت مفروض طالما إن أنت يعني ما لتزمتش في الكلام اللي أنت قلته يبقى ما تقولوش ليه لأننا وإنت وأي مدرب يتمنى أنه يمسك أهل والزمالك ولما يشاور لنا نجري عليه حتى لو أنت ماسك إيه صح يعني أنت لو ماسك الزمالك والأهل يشاور لك هتجري لأنك عايز تشوف برضو وتجرب وتشوف هتنجح لو أنت ماسك الأهل والزمالك شاور لك هتجري عليه واختبار حضرتك فأنت مفروض أن هي التصريحات تبقى إيه فيها هدوء شوية وفيها رزانة وفيها يعني يبقى لاستعمال العقل أكتر دي حاجة ترجمة نانسي قنقر